حثت وزيرة الخارجية استراليا روسيا على عدم حماية سوريا من الخضوع لتحقيقات في استخدامها الاسلاحة الكيميائية وصرحت بيشوب ان استراليا ستدعم الهجوم الجوي الامريكي المحتمل غد هجمات الاسلاحة الكيميائية السورية وتعرضت القرارات الامريكية والروسية المتنافسة لتحديد المسؤولية عن هجمات الاسلاحة الكيميائية في سوريا لهزائم في الامم المتحدة وهي النتيجة التي قال السفير الروسي ان ادارة ترامب تريدها حتى يمكن تبريد استخدام القوة ضد سوريا